السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين قناة مسمام التعليمية النهاردة هنرجع مع بعض على يونت 9 بالكامل زي ما شافين معي طبعا ده ملخص كامل لليونت ان شاء الله النهاردة اللي حيشوف معي الفيديو ده للنهاية هيكون اطقن اليونت ده بالكامل الله هيعرف يجاوب عليه بكل سهولة تابعوا معي لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله نبدأ مع بعض ازاي ما شافين معي هنبدأ كده اول حاجة في حبة كده تعريفات وفي حبة قواعد لازم في البداية نكون عارفينها عندي اول حاجة في يونت فراكشن يعني ايه يونت فراكشن فراكشن has a numerator اللي بيكون فيه 1 النمراضر بتاعه بيكون في ايه في 1 يعني اول دي كلها النمراضر بتاعها في يبقى بقول عليه يونت فراكشن طيب ايه كمان عندنا هو ايه دا عندي افراكشن النمراضر بيكون اقل من زي عندنا لما اقول شايفين معي هنا طبعا اقل من ايه من سري واقول هنا عندنا وهكزا طيب شايفين معي هنا في ايه في فراكشن حتى هيقول يا ميس انت لسه قلت لما بيكون في فوق في من فوق بيكون في تمام يبقى عندي ده هقول عليه وكمان ممكن اقول عليه ان هو ليه علشان انا قلت ان بيكون وهنا عندنا فبقول عليه برضو تمام وزا ما شايفيني انا كتبها هنا طيب بعد كده في هو ايه اللي بيكون في الفراكشن هنا بيقول افراكشن يعني الفراكشن اللي بيكون فيه النمراضر اكبر من مين اكبر من الدمونيدور النمراضر ايه جريتر زان الدمونيدور اقول عندي فور سيرجس فايف سيرجس وهكزا شايفين هنا ايه الفور ايز جريتر زان ثري 5 is greater than 3 هنا كمان 7 is greater than 2 وهكذا تمام طيب فيه كمان عندنا a mixed number هو ايه is made هنا بيقول is made up of a whole number and a proper fraction mixed يعني حاجة كده زي ما بنقولها خليط يعني حاجة كده مختلطة هو اسمه بالعربي اسمه عدد كسري a mixed number طيب بتكون من ايه بتكون من حاجتين من whole number وبتكون من fraction whole number اللي هو العدد الصحيح و fraction اللي هو الكاسر تمام يعني حاجتين كده مختلطين مع بعضيهم انا بسميها كده يعني فبقول عليها mixed number هو بالحساب اسمه عدد كسر كم زي ما شفتم معايا ده كده ايه ملخص لكل الاجزاء دي لسه كمان فيه اجزاء تانية بيقولك any proper fraction is smaller than one any proper fraction is smaller than الone اي هنا proper fraction بيكون اصغر من الone يعني ايه يعني عندنا مثلا two third عندنا مثلا two fourth عندنا مثلا two fifth اي حاجة عندنا او اي proper fraction بيكون ايه smaller than الone يعني الone بيكون اكبر منه تمام ده ما بيكون proper fraction يعني بيكون اللي فوق is smaller than اللي تحت any improper fraction is greater than or equal to الone اي improper fraction بيكون اكبر من ايه اكبر من الone يعني بيقول عليه انه هو ايه is greater than الone طيب any improper fraction is greater than any proper fraction ال improper fraction بيكون اكبر من ال proper fraction يعني عندنا لما بيكون فوق بيكون اكبر من الدمونيدر ده كله او ده كله بيكون لما بيكون عندي زي ما شايفين بشكل يعني يقول العنصر المحايد الضربي هو مين فاكرين قلنا عليه اللي هو الone تمام ده كده حبة المصطلحات اللي موجودة فيه الونت بالكامل تمام نبدأ كده مع بعض الشرح كده هنا بيقول ايه شايفين معاي نبدأ اول حاجة فاكرين لما كنا بنقول اي حاجة عندنا بيكون يبقى عندي وهكذا تمام طيب عندنا لو انا هنا عندي فيه يبقى بيقول طيب طيب هنا لو بيقول طيب بديني لو هنا يبقى بديني تمام بمعنى ايه بمعنى هنا 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 على طول اللي فوق نصه موجود تحت تمام طيب طبعا زيها بالزبط انا عاوز اعرف عبارة عن ايه هقوله عبارة عن برضو قلنا ان ديت معناها ايه دا لما قول عبارة عن ايه عن يعني هقول سكس هايد دينا سري هايد دينا كام سري طيب برضو كمان لما يقولي في الامتحان فور فورس معناها ايه معناها اني الفورس دي انا مقررها كام مرة فور تايمز اربع مرات لما اقول فورس بلاس فورس بلاس فورس بلاس فورس هايد ديني كام هنا وان تو سري فور حكت فور وهنزل طبعا واحدة من الديمونيدر يبقى عندي فور اوفر فور ايه 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 لم يقولي الفايف فيه كام يونيت الفايف فيه هقوله فايف يونيت طيب والفايف فيس دول بيديني برضو في النهاية وان هول طيب لم يقولي تو هاف برضو معناها هنقول هاف بلاس هاف حيدينا كام بنزل ايه وقول وان بلاس وان بدينا تو في النهاية تو اوفر تو حيدينا ايه وان الهول نفسه اللي هو الواحد الصحيح تمام طيب هنا فايف ايد معناها ايه هكتب كده فايف ايد هكتب كده ويقول كده ايد او هقول ايه هقول هقول ايد بلاس ايد بلاس ايد كام مرة فايف ايد تمام طيب سؤال تاني في الامتحان بيقول لك ايه كام عدد واحدة اللي بتكون الفراكشن ده طيب هنا 6 اوفر 7 فيها كام اوفر 7 انا لو قلت 1 اوفر 7 ست مرات حيديني 6 اوفر 7 انا قلت كام قلت 6 مرات يبقى عندي فيها 6 هنا 6 بحط 6 طيب فيها كام برضو فيها 3 لو حد مش فاهم كل اللي بعمله بقول عندي دي كام بقول عندي 1 over 5 plus 1 over 5 plus 1 over 5 مش 3 دي عبارة عن 1 1 1 يبقى فيها كام كده عندنا 1 كده عندنا 2 كده عندنا 3 هو يعني عاوز كام واحدة من دول انا بقول نركز كويس جدا في الجزئية دي تمام شوف هنا جايب هنا نموذج وعاوز نكتب اول حاجة اللي موجود هنا طيب ده بيمسي اللي ايه اول حاجة علشان اكتب فبعد عندي كل دي هنا 1 2 3 4 5 يبقى انا عرفت كده عندنا طيب والن دي دايما بيمسي الاجزاء اللي بتكون مظللة يبقى عندنا كده 1 2 3 يبقى حكتب كده طيب مسي لي ايه بيمسي مش ده عندي وهكذا فهو يقول هقول طيب عني هنا دي عاوز هنا هقول كم هقول كده بلاس 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 الفيفس عشان يديني في الاخر يديني الفلكشن ده او يمسي اللي اللي فوق طيب نيجي في المسألة دي هنا هنا جايب ايه جايب هنا جايب وهنا جايب بلاس حاوزين نفك دي طيب يبارة عن ايه اول حاجة طبعا هنزل تمام احط طيب والس هقول ممكن اقول طيب هنا جايب كما عندي شايف جايب هنزل تمام وبعد كده عبارة عن ايه طيب هنا نفس الشيء هنزل اول حاجة والواق دي عبارة عن ايه عن طيب هنا هو جايب بس هنا مسافة دي والمسافة دي هنزل كده وهقول هنا الفور عبارة عن ايه هقول طيب هنا جايب ايه مسافة شايفين معي جايب هنا كزا مسافة جايب هنا هحط كده تمام وهقول على حسب المسافة اللي هو مديهاني انا بفك طيب هو مش مديني مسافة وعايز ان انا افك كده يبقى فكها عندي بتردتين اما استخدم اما استخدم تمام هنا بيقو بلاس هنا يبقى دي عبارة عن ايه سري بلاس يدينا طيب هنا هقول بلاس وان بيدينا فور وهنا عندنا الفور ايه هاخد واحدة هنا يبقى عندنا نتجة ايه تمام طيب نيجي في اللي جنبها بيقول هنا حول الكسور دي شايفين معاي اللي قدامي ده ايه ده عوز احوله بعمل ايه بقول اول حاجة بنزل الديمونيدور تمام يبقى انا اول حاجة بقول ده تايمز ده بلاس ده تمام طيب هنا هقول ثري طايمز ايت بتويني فور تويني فور بلاس فايف هقول تويني ناين وعندنا الديمونيدور كام اللي هو الناين طيب طيب هنا اول حاجة هنزل طبعا الديمونيدور اللي هو فور هقول طايمز فور ايت ايت بلاس سري ايكوالز الفن تمام شايفين اللي بعده بيقول write and improper fractions for the shaded parts that write as mixed number as mixed number يعني بيقول لك octob and improper fraction دي اول حاجة وبعد كده بيقول لك طبعا ايه زي ما هو متظلر وبعد كده بيقول لك octob mixed number طب اللي هو ما بعد ده عندي بيمثل لي ايه اول حاجة بكتب الديمونيدور طب الديمونيدور كام عندنا one two three four five six دول six بنزل بس واحدة من الشكلين طيب وعندنا النموريدور عندنا النموريدور بعمل addition for all parts two three four five six seven eight nine ten eleven بكتب كام eleven طيب هنا eleven over six عاوزنا نحولها لمكسد مكسد يعني بيكون عندي عندنا وعندنا طيب هقول eleven ما ينفعش اول حاجة طبعا هنزل ادي ومندرق ما ينفعش هعمل ايه هنزل تحت هلاقي مين التن تنفع لا هنزل تحت هلاقي مين الناين تنفع لا هقول لا ما تنفعش ما تنفعش عندنا نزلت كام واحدة عندي نزلت انا شاكك في مسألتي ومش عارف صح ولا غلط اعمل ايه ابدأ ان انا اقول one time six 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 plus five equals eleven يبقى انا مسألتي ايه صح تمام طيب هنا ناخد واحدة كمان هنزل كده الديموندر بتاعي كام one two three four هحط هنا four وعندي colored part هقول one two three four five كام كده five ده اسمه نحوله بنزل اول حاجة دموندر هقول five divided four ما تنفعش هنزل تحت هقول four divided four تنفع بكام وعنزلت كام تحت نزلت بس شرطة واحدة هكتب هنا one طيب اتأكد one times four 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 plus one equals five يبقى انا ايه حلات صح طيب هنا بيقول حول mixed number هنا هقول nine divided four equals اول حاجة بحط ايه الفور وبعدين هقول nine divided four ما ينفعش هنزل تحت هلاقي eight eight divided four equals two تمام وعندي نزلت اقدي نزلت واحد بس نزلت بس قد ايه one هقول two times four eight plus one nine يبقى انا تمام طيب هنا هنزل برضو two هقول three divided two ما ينفعش هنزل تحت هلاقي two two divided two عندنا كام بone حكت بال one ونزلت ايه نزلت one اتأكد one times two two plus one بيدينا three يبقى انا كده اجابتي صح طيب هنا نفس الشيء هنزل هنا وهقول ايه هقول seven divided four ما ينفعش طبعا هنزل تحت six divided four ما ينفعش five divided four ما ينفعش هقول four divided four بكام بone وعندنا كام واحدة three one times four four plus three seven يبقى انا مسألتي صحيحة دي حسبها لكم تحلوها لوحدكم واللي يحلها يكتب لتحت في التعليقات طيب بعد كده ناخد كده الجزئية دي اللي جنبها هنا عن طريق النمازج بيقول عاوز ده كام يبقى اول حاجة بكتب بشوف عندي دي كام كده طيب عندنا كده دول كام عاوز يحولها يبقى اول حاجة هنزل ما ينفعش هنزل تحت شوية تمام هلاقي مين هلاقي عندنا برضو ما تنفعش هلاقي برضو ما تنفعش هلاقي مين هلاقي طيب وبعد كده عندنا كام دول عندنا سري اتأكد انا مسألتي صح طيب حد هيقول طب احنا ممكن نحلها عن طريق المودل بدل ما نحل بالطريقة قضية طيب عاوزين يكمل شكل كامل طيب هنا الشكل ده محتاج ايه محتاج هنا عندي علشان يكمل هاخد ده هنا فالشكل كده اكتامل معايا يبقى كده عندنا طيب وهنا عندنا فيه كام عندنا وان تو سري يبقى هقو سري دي طريقة تانية يحل بالطريقة دي او بدي بيقول لك ارسم نموذج طيب اول حاجة عندنا مين عندنا سري هنعمل ايه طيب نعمل اول طيب نحول هنبدأ كده اول حاجة نحط تمام اللي هو مين اللي هو وبعدين هقول عندي ما ينفعش هنزل تحت شوية بكام بوان انا كام عندنا مين نزلنا قد ايه لتحت نزلنا وان تمام طيب يلا نعمل الشكل بتاعنا انا هعمل كده عندي شكل ده تمام انا بيقول فانا قسمته طيب بيمثلي اول حاجة بيقول لك ايه يعني عندي شكل كامل تمام ولسه عاوزين تاني طيب عاوزين تاني قد ايه عاوزين تاني نص بس تمام يبقى انا هعمل شكل تاني وامثل الجزئية دي بس فريمة تمثلي هاف وده بيمثلي ايه بيمثلي وان تمام نشوفي اللي بعده طيب نيجي للمسائل دي مسائل قدشن بعمل ايه اول حاجة طبعا انا بعمل قدشن الهول مع الهول والفريكشن مع الفريكشن هقول وان بلاس وان حيدينا تو طيب وعندنا كامل ديمونيدور عندنا سيفن هقول وان بلاس وان تو بلاس وان حيدينا عندنا ده ايه ده طالما هو أنا بشوف هل في بينهم وما فيش ده بشافين معي هنا طبعا ما فيش يبقى مسألتي خلصت لو في بينهم هما الاتنين فأنا طبعا بحاول ان انا اعمل على الاتنين اللي هما الاتنين يكونوا في ابسط صورة طيب هنا عندنا فيه عندنا بس اللي هي الفور هحط الفور علشان ما فيش غيرها هقوله بلاس هنا عندنا فيه مين عندنا هنا عندنا كام عندنا يبقى هقوله تمام طيب هنا هقول هقوله هقوله سيفن ان هاف. طيب هنا تو بلاس تو عندنا وحط الفايف سري بلاس ري عندنا كام سيكس. اده ده عندنا يبقى لازم نحوله هنزل عندي الفور وهقول سيكس اوفر فايف بكام حاجة كده على جنب واكتبها سيكس اوفر فايف بكام يا ميس ما تنفعشي. هنزل كده ايه? هنزل تحت ايه? هنزل عندي الشكل اللي بحاوله طيب هنا في ايه? في وان ومعي هنا ايه? معي هنا فور بلاس وان بكام عندنا فايف وهنا عندنا هنزل بتاعي هي دي الانسر بتاعتي. تمام? اللي هي فايف ان ففز. دي سهلة خالص. هقوى ثري بلاس تو بفايف. وعندنا الديموندر فايف. فايف اوفر فايف بيدينا وان. هنا هعمل طبعا الهول مع الهول. فور بلاس تو. عندنا سيكس. وهنا عندنا فور بلاس فايف. عندنا ناين ايه? ايه ده? ده عندنا مش هنخليه كده. لازم هنحوله. هعملها كده على جنب. ما ينفعشي. هنزل تحت شوية ايه. ايه ديفايد ايه بوان. ونزلت اقديه انا. هنا وهنا سيكس وان بلاس سيكس سيفن. وهنا عندنا ايه? هقول له هنزل اللي هي دي. انا بس بعمل اديشن للوان دي. مع ايه? مع السيكس. عشان دي هول وده هول. تمام? فاقول وان بلاس سيكس. هدينا سيفن سيفن ان ايتس. فهي دي الانسر. نتدرب على مسائل بقول وان ماينس ري اوفر فور. هعمل ايه? احنا قلنا ان الوان دي عبارة عن ايه? اول حاجة ببص على الديموندر. الديموندر بتاعي كام? يبقى الوان ده يبارة عن فور اوفر فور. بس كده. هحط هنا الفور. واقول فور ماينس ري حادينا وان. مش احنا قلنا ان الوان ده معناها هول. يعني ان موندر بيكون لايك دي موندر. بس كده خلاص. طيب. طيب هنا يا ميكس فيه توم. طيب برضو فاكرين. كنا بنقول ايه? نيجي كده على جنب. كنت بقول ان وعندنا فيه ايه? عندنا فور. يبقى هنا لما اجيب الناتج اللي فوق هقول ايه? يبقى ده بتاعي الجديد. انا هعمل مسألة كده ايه? مع نفسي. هقول له ايت ماينس فور. ايت دفايد فور سوري. هقول له عندي الفورس. هنزل ايه? الفور. طبعا هنا معلش تدير راح ديها كده. هنا هقول ايت ماينس وان هيددين ايه? هيددين سيفن. للأسف انا هنا زلقت المكان. ساعة المكان. وكتبتها هنا جزئية دي. طيب هنا سيفن اوفر فور. سيفن اوفر فور دي طبعا ما تنفعش. دي لازم انا احولها. هقول له هنزل طبعا الفور. والسيفن ديفايد فور ماينفعش هنزل تحت سيكس ما تنفعش فايف ما تنفعش. عندنا مين? عندنا فور. فور ديفايد فور بوان وعندنا بقى كام? بقى سري. نيجي كده نحل لها. وان طايمز فور بلاس سري عندنا سيفن. يبقى هي دي ايه? الانسر بتاعتي. طيب هنا بنفس الطريقة. هنزل كده على جنب خالص. وهقول له ايه? هقول له ان التو دي عبارة عن ايه? حط كده سري هنا في سري بنا حط هنا سري. سري عندنا بكام بسيكس. حد هقول يا مستر لازم اعمل الخطوة دي طبعا انا على طول اقول سري هادينا سيكس وحط الدمونيدر. تمام? ما فيش اي مشكلة. انا بعمل الخطوة دي. تكون فاهمة معايا انا بعمل ايه? تمام? هقول له ماينس تو اوفر سري. تمام? هكتب هنا تو اوفر سري. عندنا سيكس ماينس تو. يدينا فور اوفر سري. تدع لي ايه? يبقى لازم احوله. هحط هنا سري وهقول له فور ديفادي سري ما ينفعشي. هنزل تحت سري ديفادي سري بوان. ونزل تقد ايه? وان يبقى دي بتاعتي. اقول وان ماينس تو اوفر ايت. هنا هحط ايه? هحط ايت اوفر ايت. زي ما قلنا. هقول ايت ماينس تو بكم? سيكس اوفر ايت. خلصت? ما خلصتش. هقول هنا عندنا بتاعي الاتنين دول. سيكس ديفادي التوب كام? عندنا بسري. وايه ديفادي التوب بدينا كام? بدينا فور. يبقى كده المسألة بتاعتي خلصت. تمام? طيب حد هقول له يميس لازم اعمل خطوة دي. اه لازم نعمل خطوة دي. طيب ليه? احنا ممكن ان يجينا في الامتحان في يجيب لي المسألة دي. ويجيب لي في الاختيارات يجيب لي يعني يجيب لي اختيارات ومش هيجيب لي الجزئية دي. حدا هيفتكر نفس ان هو حل المسألة بتاعته غلط او في حاجة في المسألة. هو بعمل للمسألة. تمام? يعني هو مبسطها. الجزئية دي. هنا في ايه? دي عطول كام? دي عرفتنا ان هي يبقى حنازل لفايف. هقول ماينس تو سري. سري ماينس وان. هادينا طيب يبقى مسألة بتاعتي كده خلص. هنا المسألة بتاعتي اول حاجة نبدأ نلاحظ. هنا برضو طيب نشوف عندي فين الكبير ده الكبير. طبعا ده هنا سري وهنا تو هنا فايف وهنا وان. يبقى ده عطول يبقى دي عطول مسألتي سهلة ما فيهاش اي حاجة خالص. هقول سري ماينس تو اكوالز وان وبنزل طبعا هقول ماينس ايه? مسألة خلصت? لا ما خلصتش هقول له كده هنا عندنا ما بينهم هما الاتنين هقول بيدينا وان وهنا عندنا هنزل ده. تمام? طيب نيجي المسألة بعدها. هنا في طبعا هنا عندنا ده وهنا في طبعا المسألة دي مش تنفع اترحب الطريقة دي. طيب هعمل ايه? شايفيني سري دي? اقول لها لو سمحتي من فضلك ممكن تديني هتقول لتفضل. هاخد منها يعني لما اخد منها هي هتقل وهتبقى كام? هتبقى تو? هتبقى تو? طيب. والوان اللي انا اخدته منها ده هيروح فين? الوان هيروح. نقولنا ان الوان ده معناه دي ما انا هقول له هنا عندنا طبعا ايه? تبقى هقول له ايت اوفر ايت. ولو هنا في فراكشن جنبها. يبقى انا هقول له الرقم ده او الفراكشن اللي انطلعته ده. اللي انا جبته هقول له بلاس لو في فراكشن هنا. لكن طبعا هنا مفيش خلاص. يبقى انا هقول له كده المسألة بتاعتي الجديدة. هقول له ماينس تو ايتس. ايكول طبعا تو ماينس تو ايكول زيرو. تمام? وهقول هنا ايت ماينس وان هيدديني سيفن ايت. وكده المسألة بتاعتي خلصت. طيب نيجي هنا. هقول له كده ايكولز. شايفين معي هنا في سري وهنا في تو. تمام? هنا في وان وهنا في سري يبقى مش هينفع. هنعمل ايه? برضو هنستلف. يلا كده هقول لي سري اذا سمحت تديني وان هتديني وان. هتبقى هي كام? هتبقى تو. طيب. والوان اللي انا اخدته بكام? بفور اوفر فور. فور اوفر فور بلاس اللي وان اوفر فور بكام? بفايف اوفر فور. هقول له ماينس اللي هو ده. هكتبه هنا. ايكولز تو ماينس تو عندنا زيرو. فايف ماينس سري عندنا تو. اوفر فور. طيب تو اوفر فور دي حاجة اعمل لها سيمبليفاينج كام? طبعا هنا فيه كامل فاكتور بينهم اما الاتنين اللي هو تو. هقول تو ديفايد تو بوان. فور ديفايد تو بتو وهي دي الانسر. اوكي? طيب نيجي في المسألة دي. هنا جايب بيشايفين هنا جايب ايه? وهنا بيقول بلاس وسايب هنا نقط وبيدينا دي الانسر. طيب انا عندنا المسألة بتاعت دي بلاس وهنا رقم الاول عندي موجودة الاجابة. هقول له ده ماينس ده. طيب هنعمل ايه? اول حاجة هقول له اني فور ماينس سري حايدين وان. وحط هنا الفايف سري ماينس تو حايديني وان. تمام? فهي دي الانس اجد اكد. هقول سري بلاس وان فور. وتو بلاس وان سري بقى كده تمام. طيب هنا هنا عاوز ايه? شايفين الماينس هنا. هنا عندنا طبعا الماينس بيكون في زي بيجست هنا. في الطريقة دي بتيبقى سهلة خالص. كل اللي بعمله بنزل عندنا نايم. واقول سيفن. واقول سيفن ماينس سري بدينا فور. وفايف ماينس وان حايديني كام? حايديني فور. تمام? هقول ده مش هينفع. ده مش هينفع. هنا مفيش زي ده. طيب انا هعمل ايه? حاجة كده على جانب. سألة دي لازم انا اكتبها من اول وجديد عشان ما اطلق بطش. والفايف مينس هنا فورس. هتعملي ايه يا ميس? هقول له الفايف دي ممكن تديني هتقول لي ماشي. هتبقى كام? هتبقى فور. والوان اللي انا اخدته هقول له كده بقي فور. مينس هقول له سري فورس. اكواز فور مينس سري حايديني وان. تمام? وان هول طبعا. وهنا عندنا فور. هقول له فور مينس وان حايديني كام سري. يبقى الانسة بتاعتها تبقى كام? وان هول ان سري فورس. تمام? يجي للمسألة دي. المسألة دي هنا عاوز اللي قدام. طيب هو عاوز اللي هنا وطبعا هنا انا هعمل ايه? هقول له ده. مينس ده. هقول له ده. مينس ده. وطبعا هحلها بنفس الطريقة دي. هحلها برضو معكم. هنا سري مينس وان وان او فور سيفن. هعمل ايه? هقول السري دي لو سمحتي ممكن تديني هتقول لي ماشي. هتبقى كم? هتبقته? والبان انا اخدته بسيفن اوفر سيفن. هكتب كده سيفن اوفر سيفن. ماينس اللي هو ده. وان وان سيفن. تمام? تو ماينس وان بوان. و سيفن ماينس وان سيكس اوفر سيفن. هي دي هتبقى الانسة بتاعتي. وان ان سيكس اوفر سيفن. تمام? شوف اللي بعده. هنا اول حاجة للمسألة دي عايز نحل لي المسألة ازاي؟ عن طريق وعن طريق وعن طريق اللي هي المعادلة. طيب هنعمل ايه? هنا اول حاجة هنحط بتاعنا. هنقسمه الى ايه? احنا هنقسمه يعني ما فيش حاجة محددة. بس اهم حاجة ان احنا نحط عليه ونحط عليه دي. تمام? هنا هكتب كده زيره. تمام هنا هكتب هنا كده وحكتب هنا وهنا عندنا وهنا كده تمام? وهنا هكتب مسلا اي حاجة. طيب وبعدين مش هعمل ايه? الاجزاء اللي من جوه دي. اللي هنا اللي بيني بين كل هول والتاني. هقسمه هعمله يعني ايه? انا هحتاج ايه? التوم. فانا هبدأ كده هنا عندي عند التوم. هقول ايه? كده وان. كده عندنا وان. كده توم. كده سري. كده فور. وكده فايف. تمام? او ممكن الايح الدماغي خالص عندنا دول كام? دول عندنا فايف. يبقى انا هعمل كده 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 عندنا فور. ايه? تمام? هنا مفيش حاجة دي نقطة غلط. هنا كده عندنا كده فور. تمام? وده عندنا ايه? هنا دي ففس. ودي تو ففس. وهنا دي سري ففس. وهنا دي فور ففس. طبعا عندي فايف ففس. تمام? طيب. بعد كده هنا كمان هقول كده ايه? هناقول هنا برضه وهنا عندنا هقرث كده وان تو كده سري وهنا فور. تمام. هنا كده وا هنا ثو وهنا كده سري وهنا تمام. وبعدين هقول له لتو ان فيفت فين второй اللي هي دي. يبقى انا هقف كده. ادي تو واجح طيب. وبعدين بيقول لك بلاس وان ان تو فيف. وان طايمز فايف فايف. فايب بلاس تو حيديني سيفن processor. يبقى انا هعمل الجامب قد ايه? سيفن. من هنا. هقول كده وان. هنا فور فايف سيكس وهنا سيفن. يبقى اللي جهة بتاعتي هتكون فين? هتكون هنا. طيب احنا واقفين فين? هنا عندنا سري ان فيفت. سري ان تو فيفت. سري ان سري فيفت. يبقى اللي جهة بتاعتي هقوله ايه? سري ان سري فيفت. طيب بعد كده احنا يقول لك ايه? اعمل اعمل نموذج. طيب هنعمل نموذج ازاي? اول حاجة هعمل اللي هو ده. همثل اللي هو الاولاني. يبقى انا حاسم كده عندي الهول الاولاني كده. تمام? وهنا حاسم كمان واحد تاني كده. دول كاما عندنا بيقول لك. يبقى انا هعمل كده. هحط كده كمان واحد كمان. واحد كمان. واحط كام بيقول لك. تمام? لسه ما خلصتش هنعمل كمان دي. هعمل كده ايه? كده وهظل القد ايه? طبعا هو بيقول لك بس يبقى هو ده كله بالكامل. ولسه فيه التاني عندنا اهو. كده عاوز قديه بقول لك يبقى هعمل كده. تمام? كده احنا عملنا الموضلز. طيب المعادلة سهلة انا هجيب الجزئية اللي فوق. هقول له هنا سوريه هقول له هقول له هقوله هنا ايه? ده اوكي. شوف اللي بعد هنا. دي سهلة برضو زيها بالضبط. هنا هنعمل ايه? هنبدأ برضو نعمل بتاعنا. هنا هقول زيرو. تمام? هنا هحط كده احط هنا احط هنا وحط هنا تمام? وحط كمان مش اي مشكلة. حبدأ ان انا هقسم الاجزاء دي الى انا هبدأ من اول هنا. كده عندنا وان تو سري هم فور هقسموا هنا وان تو سري وان تو وهنا سري. هقول وان ان فورس. فين الوان اهو فين الفورس اللي هي دي ما دي فورس ودي عندنا تو اوفر فور ودي سري اوفر فور. يبقى احنا هقف فين? هقف هنا. وبعدين بقول لك سري فورس. يبقى هعمل جامب قديه لي سري يبقى كده وان تو وكده عندنا سري يبقى انا وقفت فين? عند بالزبط. يبقى انا هقول له تمام? طيب نعمل المودلز المودلز بتاعتنا كام? هعمل كده الشكل بتاعي واستمو الى فور بارس كده وان تو سري فور وهعمل لهم كلهم. تمام? طيب وهمثل بعد كده الفورس وان تو سري فور وهعمل كالر اللي ايه? ليه? كده انا مثلت الشكل اللي هو ده او اللي هو ده. طيب وبعد كده هعمل التاني اللي جانبه اللي هو هعمل ايه? هعمل كده او المودل بتاعي سوري. هعمل كالر اللي كان? تمام? بالشكل ده. طيب المعادلة عاوز هقول له ايه? هقول له اني. هدينا كام? هقول هنا عندنا طبعا الان ده هينزل. وهقول عندينا فور اوفر فور. دي كام? وده كام? عندنا وان. ما هي فور اوفر فور بدينا وان. وان بلاس وان. حديدينا تو. يبقى النتج النهائي كامي اللي هو عندنا اللي هو التو. تمام? طيب. بعد كده هنا دي ايه? دي نحلها ازاي مع بعض. تمام? يبقى هنا اول حاجة هقسم بتاعي. احط هنا زيرو. واحط هنا وان. واحط هنا تو. واحط كده سري وهنا حط له فور وهنا حط مسلا فايف. تمام? بعمل ايه? بقسم الاجزاء دي الى فور. فهنا بقول كده عندنا فور بحط كده كده وان تو ثري وهنا كمان بيقول لك اوقف فين? اوقف عنده فين الفور احيه? فين عندنا دي يبقى انا وقفة هنا اهو. تمام? حرجع لورا. احنا في بنطلع قدام. في بنرجع لورا. لو هترجع لورا ازاي? حنرفع ده. تو تايمز فور بايت. ايت بلاس وان عندنا ناين اوفر فور. يبقى انا حرجع لورا قد ايه? ناين ستيبس. تسع خطوات. يبقى كده وان تو ثري فور فايف سيكس سبن ايت ناين. يبقى انا فين? انا وقفة هنا. طيب دي بتمثل لي ايه? نشوف مع بعض. هنا وقفين في بيت مين? وقفين في بيت التو. تمام? عشان دي ايه? قبل ستري يعني تو. فدي تو ودي عندنا فورس. ودي كام? عندنا دي تو اوفر فور. يبقى عندنا الناتجة يكون كام? تو ان تو فورس. تمام? تاني احنا في بيت مين? احنا في بيت التو. طيب التو دي دي معناها فورس. ودي تو ان تو فورس. ودي تو ان سري فورز ودي تو فور ان فورز. طبعا احنا وقفين هنا تو ان تو فورز. فهي دي ايه? الاجابة. انا طبعا هنا قدام الموضلز ما فيش مشكلة. انا هرسم بعد كده ايه? الموضلز بتاعتي. هرسم هنا بيقول لك كام همثل الاولاني ده. هقسم الى كده سري فور. هعمل الكام? انا عندي هعمل لهم كلهم بيقول فور. تمام? وحرسم واحد تاني هنا. وان تو سري فور وحلون. وحرسم واحد تاني وان تو سري فور. وحلون برضو وان تو سري فور وحلون. وهنا هنا كمان عملت لهم فور ولونتهم. يبقى كده وان تو سري فور. تمام? طيب بعد كده بيقول لك سري فورز. يبقى انا هعمل كمان كام? هعمل سري. يبقى كده وان تو سري فورز. وهلون كام? هلون كده عندي وان تو كده سري. كده انا مثلت الفركشن او مكسد نمبر الاول. هعمل ايه? هحذف ايه? هحذف. يعني هعمل لفراكشن ده. طيب الفراكشن ده كام? يبقى عندنا هعمل ده. وهعمل ده. وعندنا الفورس. الفورس ان انا هعمل ايه? هعمل بس لده. طيب بقى كام يا ميس? بقى عندنا كده وان كده تو. وهنا عندنا طبعا دول تو هول. وهنا عندنا دول كام اللي هو النتجة اللي احنا طلعناه. طيب بقى كده المعادلة او الايكواجن. كده هكتب الحالة. تمام? نشوف اللي بعده. ايه للجزئية دي? وهي دي اهم جزئية. وهي مقارنة الكسور. وكمان عندنا اللي هي الكسور المرجعية. ركزوا معي في الجزئية دي كويس جدا جدا. تمام? هنا بيقول ايه? بيقول ايه في مسائل في مسائل المقارنة لازم انا الاحز هل الاختلاف موجود في ولا في ولا هما الاتنين كله كده مختلف على بعضه? طيب اول حاجة لو انا عندي لو احنا عندنا شافين عندنا اول حاجة زي بعض هو اللي مختلف فبالتالي انا عند الكبير هو اللي انا بختاره. طيب يعني ايه يا مست? يعني احنا كده هنقولها بكل بساطة. تحت زي بعض ناخد كبير اللي فوق. تحت زي بعض ناخد الكبير اللي فوق. ده احطها كده في ذهني. هقول لما انا اجي اعمل شكل واقسمه الى فايف بارتس. ولون سري بارتس. ولا لما لون تو بارتس. لأ طبعا لما لون سري بارتس هيكون اكتر. تمام? يبقوا الاتنين زي بعض. احنا عارفين ده اللي احنا بنقسم. لو عندي مودلز هو التقسيمة. واللي فوق هو اللي بيعمل له تمام? يبقى انا اقول ايه? تحت زي بعض. طب هلون فوق. تحت قسم. فوق لون. نحفظها هكده. فوق لون. تحت قسم. طيب لو قسمنا اللي تحت زي بعض. يبقى التقسيمة واحدة. طب اعمل لفايف. ولا لما اعمل لفور. لأ طبعا لما لون فايف. هي دي. ناخد مثال تاني. تقسيمة واحدة يبقى لما لون كتير. يبقى هاخد فور. تقسيمة واحدة الون كتير. هاخد الايد. لما لون طبعا اكتر يبقى ذات كبيرة. نيجي هنا للعكس. العكس هنا بيقول لنا ايه? بيقول لنا فوق زي بعض. هلون زي بعض? لكن التقسيمة مختلفة. ساعتها هقول ماما لما تقسم البيتزا على تمانية. ولا ماما لما تقسم البيتزا على خمسة. طبعا ماما لما تقسم البيتزا على فايف. يبقى معنى كده اني انا هاخد نصيب اكتر طرر لو ماما اسمتها على ايد. فبالتالي الفايف هي الاكبر. هنا التقسيمة مختلفة. يبقى ماما هتقسم على سيفن. ولما تقسم على نايم. طبعا لما ما 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 هياخد نصيب اكبر. تمام? يعني زي ما قلت لو ماما جابت بيتزا والبيتزا دي قسمتها على اربعة. يبقى كل واحد هياخد نصيب هياخد ربع. لكن لو ماما جابت البيتزا دي وقسمتها على اتنين. يبقى انا بدلا ما هياخد بس ربع وهاخد يبقى معنى كده ان انا هياخد هاف هياخد النص. تمام? طيب. بعد كده هنا طبعا بيقول لك سؤال ترتيب. طبعا الجزئية دي لسه كمان انا حربط معها اللي هي الكثور المرجعية. اتكيزوا معايا بس في الجزئية دي. انا حبيتها اديكم الاتنين دور مع بعض. ويبقى كده سؤال ترتيب وبعد كده ندخل على البنتش مارك. وطبعا البنتش مارك اللي هي علاقة بالجزئية دي. اخلنا لما يكون زي بعض وان هو ايه? الديفرنت. وهنا اخلنا لما يكون ان بيكون زي بعض وي عندنا بيكون ديفرنت. في بيكون هما الاتنين مختلفين. مفيش تشابه خالص ما بين الفراكشن. ده عندي بيكون بنتش ماركس. تمام? بس انا هابدأ الاول اديكم دلوقتي ascending. order in ascending order يعني رتب ترتيب تصاعدي. يعني من ايه? من from the least to the biggest. من الصغير للكبير. هنا نلاحظ ان هما كلهم زي بعض. انا لما هلون الكبير هو the biggest fraction. بس هو هنا عاوز the least. يبقى لما لون قليل هو ده the smallest او the least. يبقى اول حاجة هقول الففس. هقول الففس. بعد كده هقول كام هقول توم. بعد كده هقول سري ففس. وبعد كده هقول ايه? اللي هي الفور ففس. تمام? مفيش اسهل من كده. هنشوف الى بعده. اتمنى من حضراتكم لو وصلتم معايا لحد الجزئية دي. اتمنى من حضراتكم تشجعوني وتعملوا اللايك للفيديو ده. علشان يوصل لاكبر عدد من الناس والكل يستفاد. ومن حضراتكم تشيروا الفيديو ده في كل مواقع التواصل الاجتماعي. نكمل. طيب هنا كمان بنفس الطريقة يبقى احنا عاوزين زى يبقى مين? عندنا طيب بعد كده وبعد كده طيب هنا بيقول بقى عاوز الاكبر عاوز هنا برضو شايفين معايا طبعا قدم ونقدر كلهم زي بعض. لما اعمل كتير. هو ده زى بيجس. يبقى اول حاجة هقول له كده ده. وبعد كده ده. وبعد كده عندنا ده. وبعد كده عندنا ده. تمام? طيب شايفين معايا هنا مختلف. هنا اللي فوق هو زي بعضه. وعندنا تحت مختلف. هنعمل ايه? ماما لما تقسم لما تقسم البيزا على عدد كبير ولا تقسمها على عدد قليل? لأ طبعا لما تقسمها على عدد قليل بكل واحد هياخد قطعة اكبر. طيب. فين هنا عندنا العدد القليل? العدد القليل هنا فيه? يبقى مين? يبقى عندنا العدد القليل او الكبير يعني هو عايز طبعا عندي سندق. يبقى هاختار اول حاجة اللي هي دي. طيب وبعد كده مين? هقول له وبعد كده وهنا عندنا وهنا طيب نبدأ كده هنا. طبعا دي سهلة خالص. بيقول هنا حاوز يجيب هيعمل ايه? كان بدينا فور. بدينا فور. وهنا لازم اللي فوق ولا تحت يكونوا زي بعض. هعمل هنا يبقى هعمل يبقى هعمل يبقى هنا هعمل برضو تمام? طيب هنا هقول فور اصبحت عملنا ايه? قلنا فور. يبقى هنا هقول برضو ايه? حيدينا كام? هنا اصبحت عملنا ايه? قلنا وهنا هقول هدينا كام? طيب هنا هقول هنا بيقول وهنا بيقول ايقوالز فور. يبقى اصبحت فور. وهنا السكس هقول طايمز برضو هادينا طوالف. طيب هنا هنا السكس اصبحت سريم. عمل ايه? عمل ايه? يبقى فوق كمان هعمل يبقى هادينا وان. تمام? طيب نيجي بعد كده للجزئية دي سهلة. دي حلوها لوحدكم. طيب شوفي لبعده. نيجي هنا للجزئية دي. طبعا انا عم اصطلوكم برضو هنا مراجعة سريعة كده على اللي شاحتها دلوقتي عشان اشرح وتكون مضحة قدامكم. نبدأ كده بيقول لك هنا وان وفر فايف وان وفر سيفن. نبدأ نلاحظ اه دي احنا عندنا الاتنين دول زي بعضهم وعندنا دول مختلفين. ماما لما تقسم البلزة على فايف ولا تقسم على سيفن. قلنا فوق لون تحت تقسم. يبقى ماما لما تتلون لما ماما تقسمها على كام على فايف. هنا ماما هنا عندنا ايه? زي بعض التالوين اللي مختلف. نعمل كولر لي سري ولا توب? لأ طبعا لما اعمل كولر لي سري. هنا في ايت وهنا في توالف وهنا فور وهنا سيكس. هنا ما فيش تشابه خالص ما بينهم. يبقى هو ده عندي بينش مارك. ممكن يقول لك يو بينش مارك وممكن ما يقولكش. بالطريقة دي احنا خلاص عرفنا ان دول مختلفين هما الاتنين. ما فيش اي تشابه ما بينهم خالص. هنا حاجة هنا احنا المنتعمل في البينش مارك على الهاف. هنا في ايه? عندنا الهاب بتاعه فين? او نص الهاب اللي هو فوق فين وهنا نفس القصة برضو. هنا عندنا الهاب بتاعتها موجودة فين فوق? يبقى هنا عندنا دي باكولز الهاب ودي اكولز لي الهاب يبقى معنا كده هما الاتنين بيكونوا متساوي. طيب نيجي لتحت هنا. هنا برضو في كله طبعا بيكون مختلفين. بعمل ايه? بجيب الهاب بتاعت السكس. كان عندنا سري. والهاب بتاعت الفتن كان عندنا فايف. طيب هنا في فايف وهنا في سري. مين عندي الفايف ولا سري? عندنا لأ الفايف بيكون طوالما الفوق موجود من تحت يعني اكبر من السري يبقى معنى معنى كده ان هو اكبر من يبقى ده سقول عليه ان هو ده اكبر من ميم اكبر من الهاب طيب ده عندنا كان لكني. دي ايه شايفين معي دي? طالما اقل من التحت. يبقى معنى كده ان هو هيكون اقل من من المين? اقل من الهاف. تمام? يبقى هقول كده عندي ان اقل من مين? اقل من الهاف. يعني هو اقل اكبر منه. تمام? يبقى ده اقل منه اكبر من الهاف. يبقى اعطولي الاكبر من هاف. هو ده هيكون حدي هيقول يامس Jacques الكلام ده. انا مش فهم وممكن اطلق بط في الانتحان. هقول لك ما فيش اي مشكلة. اعمل ايه? اعمل ما قصد. هقول فايف. فايف طايم زيتين بكم? بففتي. وسيكس طايم سري بكم? بقتين. يبقى الففتي ولا الاتين? نقل الففتي. هنشرح برضو. هجيب الهاب بتاعة الفورتين بكم? هنا فوق ايه? هنا فوق السيكس. السيكس اقل من السيفن. يبقى طول ده. طيب ما هو اقل من التحت يبقى هو اقل من ايه? اقل من الهاب. تمام. هنا هجيب برضو الهاب بكم? طيب هنا في ايه? بمعنى ان يبقى معنى كده ده. حد هيقول لي مش عارف اعمل ما قصد اعمل ما قصد زي ما شايف الارقام هتكون طبعا كبيرة. مفيش مشكلة هقول سيفن طايم زي فورتين. حاجة كده على جنب. وهقول فورتين طايم سيفن. فور طايم سيفن بكم? بتويني ايت. هحط ايه? من الاب بالتو? وان طايم سيفن بسيفن. سيفن بلاس تو? حيدينا نايم. يبقى عندنا ده كده بكم? نايمتي ايت. وهنا هقول تين طايم سيكس بكم? بيسيكس يبقى على طول ده. تمام? طيب نشوف بعد كده هنا بيقول. زيرو والهاف ان وان. تعاوزنا نستخدم تمام? نعمل ترتيب من الاقل للأكبر. طيب بنعمل ايه? شايفين معايا اول حاجة هلاحز ان هنا السكس بتاعتها فين? فوق. اللي هي تمام? بيه بتمثلي ايه? بتمثلي هاف. طيب وبعد كده عندنا هنا الايد لما تجيب الهاف بتاعتها الفور. وهنا عندنا السكس. يبقى دي. وهنا التن دي هنجيب الهاف كفايف. ودي عندنا الاقل. يبقى اول واحدة اللي هي دي. هقول له تو اوفر تن. وبعدها مين? عندها دي بتمثلي الهاف نفسها. اللي هي سكس. سري اوفر سكس. وبعد كده عندنا مين اللي هي سكس اوفر ايت. تمام? شوف اللي بعده. طيب نبدأ نلاحز هنا عندنا الفور هجيب الهاف كامتو. بقى دي بتمثلي شايفين معي الفوق ده اقل من ايه? اقل من الهاف طبعا بتاعتها. طبعا دي خلاص. هنا عندنا طبعا دي وهنا دي هنجيب بتاعتها فبرضو دي هتكون ايه? ده عندي طبعا اكبر من الهاف. هو عاوز او يبقى دي هقول عليها نمبر وان. ومن عندي اللي هي اكبر من الهاف اللي هي دي. هقول والاقل منها مين? اقل حاجة او اقل من الهاف. اللي هو طيب بعد كده هنا عاود طبعا نكتب لكل من ده. نعمل ايه? هقول هقول يبقى بكام بفور. وهنا هقول برضو يبقى بتين. هقول هقول بكم? طيب هنا هقول كام? هقول هنا عندي بيت. وهنا هقول مسلا بتين. وهقول كده انا جبت بتاعتها. هنا هقول ايه? هقول مسلا عندي فور ديفايد تو بتوب. وسكس ديفايد تو عندي بسري. والفور تايمس سري بتولف. وسكس سكس تايمس سري اكوالز اتين. فور تايمز فور بسكستين. سكس تايمز فور بتويني فور. او ديفايد دي يبقى لازم اللي فوق هو اللي هستخدمه تحت. ايه كده اخر حاجة مع بعض طبعا اللي هو ايه? اللي هو احنا قلنا ايه? قلنا اني دي معناها? اني هنا في وان. يبقى فور تايمز وان بفور. هحط هنا الناين. هنا هقول عند هنا سكس. وهنا هتنزل السيفل. اني هنا في وان. هنا هقول سري تايمز وان بسري. وهحط هنا الفور. كده المسائل بتاعتنا خلصت. وزا ما شفتم معايا ده كان ملخص ليونت تسعة بالكامل. انا ما سبتش اي حاجة خالص. غير بس المسائل الكلامية. ان شاء الله مسائل الكلامية انا هنبدأ نتدرب عليها مع بعض. لكن من خلال المراجعة. ان شاء الله هرجع معكم وحل معكم من الكتاب الخاص بي الشتات اللي بيجي مع كتاب المعاصر. اتمنى من حضراتكم تعملوا لايك للفيديو ده. وشير في كل مكان. ولو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة.